فيديو جديد وفيديو مميز عاوزة ارحب بيكم معايا في فيديو النهاردة هنشوف من خلال الفيديو ده مجموعة حديثة من الادوات المنزلية والافكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا في الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو كالعادة هقولك على الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل الادوات اللي انت محتاجاها ولو لسه مشتركتيش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعمل اشتراك للقناة وما تنسيش كمان تفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف مع بعض الادوات اللي هتتعرض معنا في الفيديو ده وازاي نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا صبونة على شكل ورقة شجر تقدر ان انت تثبتيها على الحودة عندك وتقدر يتنظم عليها الصبون اللي انت بتستخدميه او تقدر يتثبتي عليها لوازم تنظيف الموعين بعد كده هنشوف عندنا اداة تقطيع تقدر ان انت تقطع بيها الفكهة زي البطيف كده على شكل ايس كريم بطريقة سهلة قوي وجميلة زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو وهنا معانا الممسحة دي وهي بيبقى ليها كزا طريقة في الاستخدام تقدر ان انت تنظفي بها الجدار او الدوليب او المرايات او الشبابيك او مختلف الاسطح اللي بتبقى موجودة عندك بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الخرطوم اللي بيساعدك ان انت تنجذي كل المهام اللي بتبقى موجودة عندك في البيت سواء لو انت عايزة تنظفي سجاد او تملي حاجة مية باستخدام الخرطوم ده تقدر ان انت تنجذي كل الحاجات دي بكل سهولة بعد كده هتعالي نشوف مع بعض عندنا منظم تقدر ان انت تنظم فيه مختلف انواع الزيوت او الصصات والمنظم ده بيساعد معاك تقريبا نص لتر من اي نوع زيت او صص انت عايزة تنظمي بي بعد كده هنا هنشوف عندنا رف او حامل تقدر ان انت تثبتيه على الجدار بكل سهولة وتنظم عليه مختلف الاحذية اللي بتكون عندك بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الكتعة السيليكون اللي تقدر ان انت تنظفي من خلالها كل فرش الميكوب اللي بتكون عندك بكل سهولة بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الجهاز اللي تقدر ان انت تفتحي من خلاله مختلف العبوات بكل سهولة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا اداة تنظيف كرس الحمام وهي بتساعدك انك تنظفي كرس الحمام بكل سهولة والاداة دي بيجي معاها مجموعة من الكتعة السينجية اللي بيبقى فيها مد التنظيف بتساعدك ان انت تنظفي وتعقمي كرس الحمام وهي طبعا بتديكي افضل نتائج التنظيف اللي انت بتكوني محتاجها وغير كده بيجي معاها حامل تقدر ان انت تثبتيها عليه بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الغسالة الميني الحديثة اللي تقدر ان انت تخسلي بيها الشربات او الملابس الداخلية او هدوم الاطفال او مختلف الهدوم اللي بتكون عندك وطبعا هي بتوسع معاك العشرة لتر من المياه واهم حاجة في الغسالة دي انها مش بتاخد عندك مساحة خالص في البيت بعد كده هنشوف معانا منظم محكم الغلق وهو بيكون مصنوع من البلاستيك بيجي متوفر معاك كباية تقدر ان انت تعايري بيها الكمية اللي انت عايزها وطبعا تقدر ان انت تنظمي بيه السكر او الرز او مختلف البوكاليات وغير كده المنظم ده بيجي شفاف يعني تقدر ان انت تشوفي الكمية اللي موجودة عندك من اي حاجة انت منظمها بيه وهنا هنشوف مع بعض عندنا الجهاز اللي بيساعدنا على صنع المكارونة بمختلف اشكالها وطبعا طريقة استخدامه سهلة جدا وبييجي متوفر معاك كذا شكل تقدر ان انت تعملي اي شكل من اشكال المكارونة اللي انت عاوزها بعد كده هنشوف عندنا مجموعة من الاكياس نقدر ان احنا نصدم بيها الخضار او الفكهة او المكسرات او اي حاجة طبعا احنا عاوزينها والاكياس دي بيجي معاها جهاز بيساعدك ان انت تستحاب الهوى من كل الاكياس دي وده طبعا بيساعدك ان انت تستغلي كل المساحات الصغيرة اللي بتبقى موجودة عندك في التلاجة او في دلاب المطبخ عندك بعد كده عندنا مجموعة من المنظمات الصغيرة للتلاجة اللي بتحتوي على مصفة تقدر ان انت تنظمي بيها الخضار الصغير او الفكهة الصغيرة وتقدر ان انت تنظمي بيها الخضار المتقطع او الفكهة المتقطعة وهي طبعا بتساعدك ان اكتصفي كل المياه اللي بتبقى موجودة في الفكهة او الخضار ده وهنا هنشوف عندنا مجموعة من القطع اللي تقدر ان انت تثبتي بيها الملايات او المفارش على السرير عندك بحيث ان الملايات او المفارش عندك تفضل ثبت على السرير ما تتحركش بعد كده هنشوف عندنا منظم جميل قوي للحمام تقدر ان انت تثبتيه عندك على حود الحمام وتنظم بيه فرش الأسنان ومعجون الأسنان بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا البسكت اللي بيجي متوفر فيه جزء من تحت تقدر ان انت تنظم فيه إكياس الرول وتقدر تستخدميها من خلاله بكل سهولة بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا عصارة للخضار والفكهة تقدر ان انت تعملي من خلالها مختلف أنواع العصير الطبيعي من الخضار أو الفكهة بكل سهولة في البيت بعد كده هنشوف عندنا قطعة البطيخ اللي بتيجي عبارة عن سكين وشوكة في نفس الوقت وطريقة استخدامها بتكون سهلة جدا بعد كده هنشوف عندنا ممسحة مخصصة للتنظيف الشبابيك والممسحة دي بيجي فيها جزء مخصص كده تقدر يتدي فيه مادة التنظيف اللي انت بتستخدميها وطبعا طريقة تصميمها بتسهل عليك ان انت تنظفي الشبابيك من جوه ومن بره بكل سهولة وده لان هي مرينة جدا في الاستخدام وتقدر تتحكمي في الطول بتاعها على حسب حجم الشباك عندك بعد كده هنا عندنا منظم بيجي مكون من 3 ادراك تقدر ان انت تستخدميه في المطبخ او في الحمام وتنظمي فيه مختلف الادوات او اي حاجة انت عاوزة تنظميها فيه بعد كده هنشوف عندنا منظمات صغيرة تقدر ان انت تثبتيها على الجدار بكل سهولة في الحمام وتنظمي عليها فرش الاسنان ومعجون الاسنان او تقدر ان انت تثبتيها على جدار المطبخ وتنظمي عليها ادوات المطبخ زي الشوك والسكاكين والمعالي وهنا بقى عندنا منظم تقدر ان انت تثبتيه في الدولاب وتنظمي عليه الشربات او الملابس الداخلية واستخدامه بيكون سهل جدا وعملي بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الاداة اللي بتساعدنا على صنع الزلابية او السنبوستة او القطايف وتقدر من خلالها تحشيها بمختلف الحشوات اللي انت بتفضليها وطبعا تقدر تعملي منها كمية كبيرة في وقت صغير بعد كده عندنا القطعة اللي تقدر ان انت تثبتيها على قرورة المية عندك وهي بتساعدك انك تستخدمي المية من القرورة بكل سهولة بعد كده هنا هنشوف عندنا الاداة اللي بتساعدنا على صنع الزلابية او السنبوستة او القطايف وتقدر يتحشيها بمختلف الحشوات اللي انت بتفضليها وتقدر ان انت تعملي منها كميات كبيرة في وقت صغير وهنا هنشوف مع بعض عندنا منظم للحمام وهو بيجي مكون من 3 ادراج ودرج كبير من فوق تقدر ان انت تنظمي فيه مختلف ادوات الحمام زي فوة الحمام والشامبوهات والكريمات او المنازيل وطبعا هو بيكون زود بعجلات بحيث انك تقدر يتحركيه بكل سهولة في ارضية الحمام وهنا تعالي نشوف مع بعض عندنا منظم للحمام تقدر ان انت تثبتيه على اقدر الحمام عندك بكل سهولة وبعد كده تقدر ان انت تنظمي عليه فرش الاسنان ومعجون الاسنان بعد كده هنشوف عندنا الاداء او المضرب اليدوي تقدري من خلاله تخفقي البيض وتعملي مختلف انواع السوسات وطبعا استخدامه بيكون سهل جدا وعملي بعد كده دلوقتي تعالي نشوف مع بعض عندنا الاداء تلاتة في واحد المخصصة لتقطيع وتشكيل الفكهة او الخضار زي مثلا تقدر ان انت تقطع البطيخ او الشمام لكذا شكل زي مظاهر كده قدامك من خلال الفيديو وهنا هنشوف مع بعض عندنا المصفى الشبكة وهي بتكون مصنوعة من الفلاز المقاوم للصدر تقدر ان انت تستخدميها في تصفية مختلف الاكلات اللي بتقليها في الزيت زي البطاطس او الفراخ او المكرمشات ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساعات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستردم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لانهيته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض في الفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقت ازاي تقدر تحصلي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر انيتي تكتبيلي في التعليقات وأنا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج بالفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير ما تنسيش تدسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يفصل لك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معانا بالفيديو ده هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا بالفيديو ده والادوات اللي محتاجاها في بيتك او في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدر ان انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة تقدر ان انت تجيبي المنتجات دي بتلات طرق وطبعا تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة لكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه فبدا ياتا كده اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر ان انت تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق عليكس بريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة لاسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكوني موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية اما مصاريف الشحن الفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن لها منخفض شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدر تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزيها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا ما زي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكو عليها وعاوز اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجران عن الادوات المنزلية وبتقدر توصلي لها بكل سهولة اما بالنسبة للطريقة التالتة فهي المحلات الموجودة عادة في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرائس بس كده دول التلات طرق اللي تقدر ان انت تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر انها يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انت تكتبيه لي في خانة التعليقات اصيبكم في رعاية اللي ترجمة نانسي قنقر